موسيقى النهاردة وبعد مرور 48 سنة على نصر اكتوبر المجيد لكن لسه الحقيقة بنكتشف تفاصيل كتيرة وبنعرف اسرار للعبقرية العسكرية المصرية اللي قدرت انها تتحدى المستحيل بل وتكسر هذا المستحيل وتستعيد مرة تانية جزء غالي من تراب مصر وترفع راس المصريين في ملحمة للعبور اللي كانت مليئة بالخطط والاستراتيجيات اللي تم تدرسها في كل الاكاديميات العسكرية خلونا نرحب باللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان ورئيس أركان الحرب الكيموية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر صباح الخير عليك يا ستة اللواء ويعني كل سنة وحضرتك بخير وانت طيب يا فندم والشعب المصري والأمة العربية بكل خير ان شاء الله صباح الخير يا فندم كل سنة وحراك طيب ويوم عظيم من أيام مصر المجيدة من شوية كنا نتابع هدير تقرير عن حرب الاستنزاف ومهم جدا قبل ما نتكلم عن العظمة اللحقاها الجند المصري وعقيدة المقاتل المصري في 6 أكتوبر ان احنا نتكلم شوية سريعا عن حرب الاستنزاف ودرها في تمهيد العبور العظيم وتحقيق المصر في 6 أكتوبر هو طبعا حرب الاستنزاف ده يا سيد محمد كان لا هدف الهدف هو كسر حاجد الخوف من الجند الإسرائيلي ومن القوات الإسرائيلية طبعا في 67 أغلب المعدات العسكرية دمرت كانت هناك هذيمة قاسية ولكن في خلال هذه الست سنوات استطعت القوات المسلحة أن تعيد بناء نفسها أن تدرب نفسها أن تسلح أن تقوم علشان تقصر حاجز هذا الخوف بالإغارة إغارة يعني أفراد من القوات المصرية بيعبروا قناة السويس ليلا ويغيروا على النقاط القوية للعدل الإسرائيلي يوم يجيبوا أسير يجيبوا سلاح يعرف المواقع دي شكلها إيه فبالتالي كان في الأول إحنا نعلم أن قناة السويس كانت القوات في مواجهة المئة وسبعين كيلو وكانت القوات المسلحة في خط دفاعي بهذه المواجهة كل لواء كان في الأول يرسل فردين فقط علشان يديهم تطعيم كده وما يخافوش ويزرع ثقة فيهم فهم اللي يقوموا بالإغارة ويروحوا ويوصلوا ويرجعوا بعد كده قالوا طيب ما نكتر شوية ما نخليها جماعة جماعة عندها عشر أفراد راحوا وأقاموا بتنفيذ اكتسب خبرة أكتر قالوا طيب ما كل لواء يخليها فصيلة فصيلة يعني حوالي ثلاثين فرض مقاتل بأسلحتهم بيقتحموا القناة ثقة يعني حصل استرداد للثقة مرة أخرى آه بعد كده قالوا طيب ما نخليها السرية حتى وصلت لي كتيبة أنها تقوم بعملية إغارة خلال اثنين ونص سنة وبالتالي كانت تجربة كبيرة احنا بنقول أن التدريب أن يعني العرق في التدريب بيوفر الدم في المعركة وعلشان كده كان المشير وكانت بتكبد العدو كمان خسائر كبيرة يعني مدمر إليه وشفت معحدث السنزاف يعني بتتنزف العدو في أفراده وفي أسلحته وفي معداته وبتخليه دايما بيعبق قواته وبيجيب القوات ديك الاقتصاد بيوقف وبالتالي كان المشير محمد حسين طنطا ونحن يعني نترحم عليه اليوم كان له مقولة في موضوع حرب السنزاف وقال أن حرب السنزاف ديك استطعنا أن نعد ونبني ونحصل على الثقة وتم منح الثقة للشعب في قواته المسلحة خلال تلك الفترة اللي هي حرب للسنزاف عايزة أسأل حضرتك كيف أن دم عن الحرب الكيموية ويعني أهمية استخدامها بقى لو بنتكلم سواء في مرحلة حرب الاستنزاف أو بعد كده في حرب أكتوبر المجيدة هو طبعا الحرب الكيمية إحدى إدارات القوات المسلحة كان لها دور كبير جدا في حرب أكتوبر المجيدة لأن الحرب الكيمية إحنا يمكن المواطن ما كانش يعلم هي دورها ومهمتها لكن ظهر دورها من خلال العام الماضي وفي موضوع كورونا وشفنا عربات كبيرة كده بتقوم بالتطيير والتعقيم في الشوارع وشغل احترافي في عملية الإجراءات الاحترازية الفيروس كورونا دي بعض معدات الحرب الكيمية لكن الحرب الكيمية يا أستاذ هدير في حرب أكتوبر كان لها مهمة إيه مهمتها؟ مهمتها هو إعداد القوات المسلحة للعمل تحت ظروف في استخدام العدو أسلحة الضمار الشامي مش كلام كبير لكن في احتمال أنه ممكن العدو الإسرائيلي يستخدم غزات سمى أوي زي ما بقوله أستاذ محمد كده فيها أسلحة كيمية منها غزات حربية ومواد حرقة مواد الحرقة دي في تطوير كبير جدا فلفي ناخد أسلحة نووية وأسلحة هيدروجينية ثم أسلحة بيولوجية اللي منها كورونا ده يعتبر سلاح بيولوجي والسلاح البيولوجي ده يعني اسمحيلي في هذا اليوم العظيم نحن ندي للناس برضو فكرة بسيطة عن السلاح البيولوجي لأن السلاح خطير جدا الحرب الكيميائية والخدمات الطبية بيقع القوات المسلحة من السلاح البيولوجي نعرف أن السلاح البيولوجي هو البكتيريا وهي الفيروسات البكتيريا دي فيها بكتيريا نافعة الضرارها بيبقى خفيف شوية لكن بتستطيع أن تقاوم درجات الحرارة الفيروس ضعيف جدا لكنه خطير زي فيروس سي زي فيروس فلوانزا الخنزير اللي بنقول عليها سواين فلو شمعنا سواين فلو معلومة صغيرة كده السواين يعني أنثى الخنزير لأن الخنزير هو بيج الزكر الأنثى هي التي تنقل العدوى سوري من الفلوانزا الخنزير فسموها باسم السواين احنا عاوزين نقول الحرب الكيميائية في هذا المجال بتضرب قوتنا لو العدو استخدم مثل تلك الغابات نعمل نقوم في منظومات للاستطلاع الكيميائي والإشعاع تعرف العدو يعني بالليذر تعرف العدو استخدم أو ما استخدم شو نوع الغاز ودرجة تركيزه فيه من أعربات تطهير كيميائي وإشعاعي كبيرة جدا علشان لو فيه تلاوث بتقدر طب احنا حابين نرجع مع حضرتك الفرصة يعني حضرتك معنا بس احنا ما كلمناش دور الحرب الكيميائية لا عايزين نتكلم عن تجربتك الخاصة لإن حضرتك كنت موجود على الجبهة وكنت بتقوم بتدريب الجنود بشكل مباشر ارتداء الأقنعة زي وجهه أي أسلحة كيميائية من الجنوب إسرائيل عايزين نتكلم على التجربة الخاصة للوقت ده سؤال سيادتك ده مهم جدا جدا وهو على مستوى الفرد نفسه بتبقى فيه معدات مع اسمها مهمات الوقاية الفردية ايه مهمات الوقاية الفردية ده اللي هو القناع الواقع ماسك كده لو العادو استخدم غاز احنا بنعد كده تمانية يكون انت لبس تمان ثواني تمان ثواني فقط بعد ذلك ده ماسك تبي زي الموسكات اللي احنا نعرفها لا هي بتبقى متطورة شوية ديت بطاقة من كل أنواع الغازات حتى الغبار الذري ما يحصلش او المواد البيولوجية ما له مرشح كده المرشح ده الفلتر بيقدر ينقل كل الغازات الحربية كل جنب ولكن فيه مهار ارتداءها بسرعة شدودة بسرعة جدا بسرعة جدا تمان ثواني ليه بيقدر يتم نفس التمان ثواني وهو بيتم نفس وميل بس القناع وبالتالي لو فيه غازات حربية ما تؤثرش عليه ويقدر يقاتل في ظل استخدام العدو هذه الأسلحة هي بقى دي أول حاجة نمرة اتنين فيه مهمات الوقاية الفردية زي البادلة كده البادلة ديت لو جي عليها غاز لا تثرب او بتخلي قطرات الغاز ما توصلش للجس بيلبس دي لأفراد الاستطلاع والأفراد الذين يعملونها في مهمات خطرة بيلبسوا مهمات الوقاية الفردية كل فرد قوات المسلحة معاهل مهمات فبالتالي لازم تبقى الحالة الفنية جيدة لازم يتضرب فيه في اللبس في الوقت المناسب التمن ثواني لازم يدخل حاجة اسمها غرفة الغاز بس غاز ايه مش قاتل اه كانها حاجة محكاة غاز مسل الدموع اللي هو بيندرب في المظاهرات التجريب يعني يلبس القناع وفيه غرفة معينة فيها تركيز معين من هذا الغاز المسل الدموع لو هو بقى وبعد ما يقعد فترة يشوف عينيه هل لان هي بتأثر في العين بتأثر في ال وهكذا ده نوع من أنواع التدريبات التي يأخذها الجنود لكن فيه يعني مهمة كبيرة جدا قامت بها الحرب الكيميائية في حرب اكتوبر وخاصة ضد العدل الاسرائيلي في النقطة القوية اسرائيل كان لها 31 نقطة قوية كل نقطة قوية على مساحة 4000 متر يعني فدان مجهزة تحت الأرض وبها احتياجات تستطيع ان هي لو تحصر تقعد شهور ولكن بفضل الله ان في خلال يوم 6 اكتوبر كان نصف هذه النقطة القوية اتضمرت وتم الاستيلاء عليها والباقي بعد ايام كان يسكت له هناك حديثة عن فكرة انه استخدام الاسلحة الكيميائية انه تخفي الكباري اللي بيعدي عليها تمام ده سؤال مهم جدا يا سازة هدير فعلا ان احنا مهمة اخرى ان الكباري اللي قواتنا هتعدى عليها طبعا العدو بيخطط وطياراته يعرف الكبري فين يوم يضربه يبقى ما عملتش حالة فبالتالي كان لازم وبعدين الكباري اللي كانت قواتنا بتقوم بنصبها ما بتعملش كبري واحد ده بتعمل كبري حقيقي وكبري خداعي زيه بالزبط بس ما يستحملش ان الدبابات او العربيات تمر عليه لكن علشان الطيار يضرب يضرب يبقى فيه احتمالية 50% ان ممكن الهيكالي او الخداعي ده اللي هو يتم ضربه طبعا احنا عاوزين نصعب اكتر على العدو الاسرائيلي فكان فيه حاجة اسمها صحب الدخان صحب الدخان بتنتج من مولدات الدخان الالية على الشاطئ الشرطي والشاطئ الغربي وتبقى الطيار فوق مش شايف ايه اللي تحته وبالتالي يضرب جنب الكبري قابليه بعده كان العدو الاسرائيلي له افراد بيلحظوا وشايفين قواتنا كان المسافة 170 متر شايفيننا وحنا شايفينهم طب احنا عايزينه نمنع رؤيته القواتنا اثناء اثناء اقتحام الاقتحام والعبور من على الكبار الى الدافة الاخرى انا عايز اقول ان هو اقتحام ما نقولش عبور لان العبور معناه ان ما فيش عدو على الشاطئ التاني يعني الشاطئين وما فيش صعوبة ايضا لكن اللي اقتحام يمثل الصعوبة فكان افراد الملاحظات للعدو اللي موجودة في النقطة القوية في الشاطئ الشرق نعمل لهم ايه وإحنا مش عاوزين فكر كده سيد محمد نعمل ايه بقى فيه واحد شايفك كده وبينه بينك مهو سبعين تعمل له ايه يعني اتحاولت يبقى فيه تمويل السحابة بعيد يعني ابعت له صاروخ بس الصاروخ ده فيه دخال فالرؤية عنده ما تبقى شرق ومدته 15 دقيقة يقعد مش شايف 15 دقيقة طبعا في 15 دقيقة يحصل الله بنعمل حاجات كتيرة جدا 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 لدرجة ان احنا في حرب اكتوبر المجيدة وبعد الضربة الجوية الساعة الثانية وخمس دقائق بقوة بقى شوف قد ايه 200 طائرة في وقت واحد كانوا على قناة السويس فب ازاي بقى مع انهم طلعين من 24 مطار وقعدة قعدة في اسوان قعدة في فايد ازاي انه كلهم تدريب الجيد كلهم جم في وقت واحد وطايرين على ارتفاع منخفض اشمع ان ارتفاع منخفض واحد اقولك علشان يتفادوا الرادارات المعادية نعم بس كان فيه يعني الثيقة لجنودنا فايدتين رفع الروح المعنوية جنودنا وقواتنا اللي شافوا الطيرات جاية من الغرب للشرق وفوق رؤوسهم دي كانت فرصة ان هم يعني بتديهم معنويات اكتر عضو الاسرائيل مدى كفاءة الطيار المصري وازاي ان هو الطيرات دخلت من القناة من الغرب الى الشرق وما رجعتش تاني طلعت عن طريق البحر ليه علشان تخلي الجو للمدفعية تقوم بقصفة تسمى التمهيد النرار لمدة 53 دقيقة بقوة 2000 مدفع 2000 مدفع في وقت واحد ضربوا مية واحد وعشرين الف دانة بمعدل 10.500 دانة التناغم ده الست اللي هو لأنه حاجة معجزة الحقيقة ده انتصار معجزة في تدريب كيد فكرة التنصيق والتناغم كان هنا يعني البعض قال أوركسترا حربي يعني بداية بداية بالطائرات بعد كده التمهيد النيراني بالمدفعية القوات البحرية كمان اشتركت قوات السعقة وغيرها هنا سر الدقة وحابين بقى هنا نتكلم على مجموعة كده من القيم المهمة حضرتك يعني توضحنا الدقة لانضباط التنصيق ما بين الأفرع المختلفة لقوات المسلحة ازاي كان بيتاني والله يعني يعني إجابة عن هذا السؤال أستاذ محمد بيتلخص في أن القوات المسلحة تقوم بإدارة معركة تسمى معركة الأسلحة المشتركة الحديث كل الأسلحة بتتزامن وتتناغم في منظومة واحدة كل واحد له دور لدرجة ونحن نتكلم الآن في هذا الدور وهذا التناغم وهذا التخطيط أن الفريق سعد الشاز رحمة الله علي وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلف كليت القادة والأركان المصرية التي أصرف بأنني مستشارا بها في قبل الحرب كلفها بالاشتراك مع بعض أفرع القيادة العامة القوات المسلحة أن هي تعمل توجيه عملياتي من 6000 صفحة بيقول إزاي أن فرق مشاه ميكانيكي تعبر القناة ودور كل واحد القائد دوره والضابط وضابط الصف هو الجندي إزاي أن هي من الغرب وتقتحم وتصل إلى الشاطئ الشرقي ودور كل واحد هذا التوجيه موجود ومحتفظ به في كلية القادة والأركان اللي هي سهمت في عمل هذا التوجيه اللي بتقول لكل فرد أنت هتعمل يا جندي أنت هتركب القارب المطاط إراقه ومكانك فين وأول مطروح طب مين اللي عشان الساتر الطرابي اللي ارتفاعه 22 متر يعني عمارة سبعة دوار ودرجة الميل ميل 45 درجة زي الجندي يتصل صايم والساعة 2 ويتسلق ويطلع عمارة سبعة دوار بهذا الميل يبقى لازم فيه وسائل يقدر تساعده على أنه سرعة التسلق عمله 1500 مجموعة من الحبال سلم سلم بس سلم مش خشب حبال بحيث أنه فرد يطلع ويثبته وكل يطلع عليه شمعنى 1500 علشان يا فندم يعني اختراق الساتر الطرابي بالمياه مدافع المياه حصل تسلق الأول قبل ما يحصل لأن دي برضو محطة مهمة جدا في الحرب دي بتدي رسالة إزالة الساتر الطرابي والفكرة الخاصة بالمهندس طبعا زاكي باقي اللي هي فكرة خراطيم المياه دي بتدينا رسالة ودرس لكل مؤسسة في مصر إزاي أن القوات المسلحة بتساعد على البرينستورمينج أو العصف الذهني والاستماع إلى الأفكار لأن الأفكار دي بتبقى حبلة لو ما كنتش تسمعيت ما كنتش تنفذت بهذا الشكل يعني يعني دمرنا خط برليف اللواء باقي ذاكي يوسف كان في رتبة المقدم هو وصل للواء ورحمه الله وهو مقدم وهو مش مهندسين عسكريين ده كان في السلاح المركبات الفكرة لقائد الجيش كان ممكن يقول له أنت دخلك إيه في هذا الموضوع ما يستمعش خصوصا أن رتبته كانت صغيرة صغيرة استمع لهذه الفكرة وصلت لرئيس جمال عبد الناصر وتم عمل التجارب عليها ونجحت وعلشان كده بيقولوا أن خط برليف محتاج قنبلة نووية لتدميره لكن إحن مصر كانت تمتلك اتنين قنبلة نووية إزاي القنبلة الأولى هو الجندي البطل المصري الذي عقيدته النصر أو الشهادة القنبلة الثانية هي الأفكار البسيطة التي استطاعت أن تتغلب على صعوبات كبيرة جدا مثل فتح ثغرات أو هدم الساتر اطرابي من خلال مدخات المياه وده جات إزاي مدخات المياه القوات المسلحة وفي إطار خطة الخداع الاستراتيجي ما استوردتهاش ده كان في وسائل الإعلام قالوا إحنا عاوزين بقى مش حنحارب ما عندناش قدرة ما عندناش تحمل أعباء الحرب إحنا عاوزين نبنى الاقتصاد ونصلح ونصلح أراضي في السحرة طيب الأراضي دي عايزة مدخات وبالتالي وزارة الزراعة استوردة هذه المدخات ليس لصالح استصلاح الأراضي ولكن للقوات المسلحة للقيام بفتح الثغرات خداع استراتيجي أيضا في نفس فكرة استخدمت 350 مدخة من هذا النوع استطاعت أن هي تذيل 3 مليون متر مكعم من الرمال واستطاعت أن تنشئ 67 زي ما في حرب 67 قواتنا المسلحة أنشأت 67 ثغرة في الساتر الطرابي حتى يسهل عملية فتح الكباري وعبور الدبابات وعبور المشاهة الميكانيكية والمركبات كل ذلك بتخطيط وكل ذلك بدراسة الأفكار لأن كانت هناك مصاعب تواجه المخطط المصري المصاعب إزاي أن نواجه العدو وخط برليف طبعا لو الهجوم كان من قطاع دي هتبقى إسرائيل عرفة وتركز كل جهودها الرئيسية في هذا القطاع لا إحنا هجمنا بالمواجهة بواسط خمس فرق مشاهة فبقى العدو فيه كونفيوجن بقى مش عارف إحنا هنهجم من يمين ولا من الشمال ولا منتصف ولا من المنتصف كانت الهجوم بالمواجهة وده يعتبر فتر عسكري كبير وهي ده نسية اللي هو الخداع الاستراتيجي ودوره القوي في الانتصار هو ده الخداع ده الخداع حصل إن أول حاجة إعلان في جديد الأهرام وانا بقول الأهرام على وجه الخصوص لأنها بتوزع في الخارج إن فيه عمره للضباط فبالتالي الناس طالع في رمضان استحالان حارج يبقى رمضان استحالان حارج الرئيس أنور السادات كان والشعب يتكلم عن عام الحاسم وعام الضباب وهكذا وقال إحنا ما عندناش قدرة على الحرب وإحنا لا نستطيع الحرب في ذلك التوقيت في إطار خطة الخداع الاستراتيجي كاية قواتنا المسلحة في هذا التوقيت في كل خريف تقوم بعمل يعني منورة كما زي المناورات اللي بتتم زي قادر وحش وكان راعد 32 في المنطقة الغربية منذ أيام كانت في ذلك التوقيت تقوم بعمل هذه المناورات فإسرائيل تقوم بعمل التعبئة المضادة ضدها وبعدين إحنا بعد أسبوع عشر تيام ما يحصلش حاجة فجم في عملية التعبئة في شهر أكتوبر في 73 وقامت العمليات كانوا هم ما عملوش أساسا هذه التعبئة أيضا كان مخطط زيارة لوزير الدفاع الروماني هذا اليوم 8 أكتوبر وبالتالي وزير جاي موجود وبالتالي في نشاط سياسي وزير الخارجية كان في أمريكا وهكذا كان حتى الجنود اللي موجودين على الحدود من الجيش الثاني والثالث كانوا فيمرس نشاطهم العادي ما فيش استعداد مش لابسين درجة الاستعداد القتالي العالية ومهمتهم قاعدين فيه نوع من أنواع استرخاء حتى أنه مش دايان الساعة 11 لما نمى العلمون من فيها حرب راحل جابهة لأ الناس كلها الأمور عادية وبالتالي مش ممكن كان بعد ساعتين يحصل هذا عايزين نقف مع حضرتك هنا اختيار التوقيت ليه الساعة 2 وليه يوم السبت ليه عبقرية ليه في رمضان ليه عبقرية في اختيار لماذا السنة لماذا 73 73 كانت قواتنا الحمد لله استكملت كل أسلاحة ومعدتها وكان فيه يعني كده معلومات للقيادة العامة بأن إسرائيل بتتعاقد على صفقة أسلحة منظومات أسلحة متقدمة ستصل إليها من الولايات المتحدة الأمريكية عام 74 فكان عام الحسم هو عام 73 لماذا شهر أكتوبر أول حاجة زي الأيام دي كده أكتوبر الجو بيبقى خريف بيبقى درجة الحرارة درجة الرطوبة حرارة عالية بتبقى الجو مستحمل تستطيع أن تقوم بأعمال عسكرية أيضا أن شهر أكتوبر كان مزدحما بثلاثة أعياد إسرائيلية وفي الأعياد دي إسرائيل المتدينين منهم لا يأكلوا ولا يشربوا ولا يحط بيرفيوم خلال هذا اليوم وبالتالي كان يوم اسمه عيد الغفران والتبور والطورة السمحات والمظلات عيد المظلات في كوت الثلاثة أعياد دولة جوم طبعا كان فيه دراسة لكل الشهور وكل الأيام حتى أن المد والجزر في قناة السويس وسرعة واتجاه الطيار لأن ده يعمل صعوبات لأن القارب المطاطي أنه يعبر من الغرب إلى الشارع تم درسته وطلع أن يوم 6 أكتوبر اللي هو يوم السابق أقل فرق في منسوب المد والجزر في هذا التوقيت أيضا في شهر أكتوبر علشان قبل حلول الشتاء وعندما يحل الشتاء سوريا بتبقى فيها مناطق كثيرة مغطاة بالثلوك هذا سيؤثر على العمليات الحربية أيضا مزامنة الشهر رمضان الكريم في هذا في شهر أكتوبر وإسرائيل هو صحيح شهر رمضان بيعطينا طاقات روحية لا صقف لها وقوة وعزيمة لا تلين لكن بالنسبة لإسرائيل المصريين دولة في رمضان يعني كسالة ما بيقوموش من قدام الصورة اللي واخدينها عنين فبالتالي دي من نوع من أنواع الخداع أما جيه يوم 6 قالك لأن يوم 6 موافق يوم السابت ويوم السابت في عقيدة اليهود أنه هو برضو ما يخرجش والأنشطة بتبقى قليلة جدا بالإضافة لأن في هذا اليوم يعني يوافق عشرة رمضان عشرة رمضان بيبقى الأمر شوف الدراسة لغاية يعني فيه تحديد شديد جدا طبعا كل يوم لاختيار التوقيت والساعة بالدقيقة وبالساني بالضبط كده لكن أهم حاجة يا أستاذ محمد اللي سمحت لي علشان أقول يعني في هذا الإطار لماذا الساعة 2 آه هاتين الظهر هاتين الظهر مفيش الجيوش كلها معتادة أن تبدأ القتال يا أما قتال في أول ضوء ساعة 6 أو قتال في آخر الليل ويبقى هجوم ليلي مش معتادة في تاريخ العسكرية الساعة 2 لكن الساعة 2 مفيش فكانت تعتبر من خطة الخداع أيضا أن الساعة 2 بيكون هناك تبديل للشبتات للأطقب الإسرائيلية الموجودة في النقطة القوية بيجي الساعة 2 مجموعة تخرج فنلحق منها في الضربات أول ما خرجت وقبل المجموعة الثانية ما تيجي كانت هناك قصف تأمين الدفع قصف التمهيد النيراني والضربة الجوية فبالتالي اللي خرج ما عرفش يرجع واللي داخل ما عرفش يدخل وبالتالي كانت بالإضافة آخر حاجة أستاذ محمد معاليش أن عارف إن السؤال مهم جدا اللي أنت حتقوله لكن آخر حاجة في اختيار اليوم أن في هذا التوقيت الساعة الثانية بتبقى الشمس في خلف طيارين وهم يقومون بتنفيذ الضربة الجوية وفي عيون الطيارين الإسرائيليين وبالتالي ما يميس الأهداف وما يقدرش يأثر على قواتنا غرب القناة وده عبقرية اختيار توقيت ساعة الساعة يعني كلام حضرتك بيأكد فكرة يعني كل التفاصيل دراسة لا وكل التفاصيل مدروسة بشكل علمي وبشكل منطقي جدا قبل اتخاذ ساعة الحسم أو قرار الحسم جزء مهم جدا من ملحمة أكتوبر طبعا الإبهار العسكري والعظمة الخاصة بعقيدة الجندي والمحارب المصري الجنب الشعبي الظهير الشعبي يعني قبل الحرب بسنة أو سنتين كان الشارع في مصري بيتكلم هنحارب ولا لأ سموه عام الضباب اللا حرب اللا سلم شايف ازاي موقف والشعب المصري وتكاتف المصريين بجميع فئاتهم يعني اليوم ده ما فيش اسم واحد شرطة سجل فيه محضرة دور الشعبي هنا أنا عايز أقول أن الشعبي كان هو بطل حرب أكتوبر المجيدة لأن يعني كان كل بيت في مصر يأما فيه ضابط أو ضابط صاف أو جندي على الجبل وبالتالي هم استحملوا كتير جدا حتى أن البوع للاقتصاد الاستراتيجي ودوره في حرب أكتوبر كان له دور كبير جدا إحنا شفنا أن الاقتصاد بقى اقتصاد حرب وبالتالي ده بيؤثر على المواطنين استحملوا أيها دي نقطة فيه إرادة للدولة أنها تحرر أرضها وتحرر عرضها دي اسمها الإرادة الشعبية الإرادة الشعبية دي تجلت مش في 73 وبس ده في حرب 67 فيه هزيمة وفيه انكسار وفيه رئيس الجمهورية بيتنح بقول أنا متحمل المسئولية أي شعب تاني في العالم كان يقولوا أنت بتنعها فضل تشكرين لكن الشعب أبى في يوم 9 يونيو بعدها بثلاثة أيام وتمسك به إيه ده إحنا كأجيال صغيرة لما بنشوف الفيديوهات به بنحس بأظمة ما حدث هي دي بقى أستاذ هدير الإرادة الشعبية الولايات المتحدة الأمريكية راح توقضها من الشعب المصر وراح تحطها عندما تقوم بحساب قوة دولة الشاملة قوة دولة الشاملة دي عبارة عن قوة اقتصادية قوة سياسية قوة عسكرية قوة نعمة قوة صلبة قوة ذكية قوة افتراضية كل الكلام ده نوع لما تيجي تحسبها وبتجمح على بعضها بتضربها في معامل اسمه الإرادة الشعبية لو الإرادة الشعبية صفر كل المجموع ده بقى صفر الإرادة الشعبية واحد خد الإجمال كله جابت الإرادة الشعبية منين؟ من الشعب المصر العظيم الذي تمسك بقائده حتى يتم استرداد الأرض والاسترداد العرض هذا هو الشعب المصري وعلشان كده بالله أن المرأة كان لها دور كبير جدا في حرب أكتوبر المجيدة لأن أولادها هم اللي بيحربوا أو جزها أو أخوها أو عمها وكانوا مشاركين كمان في الحرب ده كترة ومماردات على الجبهة يعني شفنا بطولات كتير جدا في أعمال التمرين نحن طبعا المرأة لها دور كبير الآن في القوات المسلحة وهناك كثير من الفتيات اللي تحقون بالقوات المسلحة يكفي أنا واحد من الشعب العادي أنا عندي بنت وحيدة في القوات المسلحة برضبة رائد في الخدمات الطبية دكتورة الصيدلية الأنسة مروى موجودة في لازم تربط في بيت شايفة بطل من أبطال أكتوبر لا بس هي أشتر من كتير لأنها في مجال البحث العلمي يعني هي أساسا بكرويو الصيدلة وراح توقضها لسانسة أداب إنجليزي لكن هي علشان تطلع نتسلح في العلم دائما والوعي والفتر يعني أنا مش عاوز أقول بموضوع شخصي لكن نتكلم المرأة نحن هيكون معنا لقاء النهاردة إن شاء الله طبعا تختاية مستمرة لإحدى الممرضات اللي كانوا موجودين في الجبهة في 73 التمريض العسكري فدور مهم جدا أرجع مع حضرتك للدور العربي الداعم لمصر أثناء حرب أكتوبر وطبعا كلنا نفتكر جملة الشيخ زايد الشهيرة نفط ليزة أغلى من الدم وبعدها تم يعني قطع النفط عن إسرائيل من قبل الدول العربية شايف ده أثر إزاي أثناء حرب أكتوبر هو طبعا العرب كانوا فعلا قلبا وقالبا بالمال وبالسلاح وبالأنفس كان فيه من كل الدول العربية قوات بتحارب مع مصر في حرب أكتوبر المجيدة بالإضافة إلى الدعم المادي والدعم أيضا يعني أنا عاوز أقول معلومة صغيرة إن المضخات التي استطاعت أن تسقط الساتر الترابي وتفتع ثغرات فيه اللي كان شريهة لصالح وزارة الزراعة هو العقيد القفافي من ليبيا دي حاجة إضافة لحاجات كثيرة جدا كان الشعب كله متضامن لأن عندما تقوى مصر بيقوى العرب صحيح عندما تنهزم مصر بتنهزم الأمة العربية كلها وعلشان كده الرئيس عبد الفتاح يسيسي دائما ما يقول أن الأمن القوم المصري مرتبط بالأمن القوم العربي وأي تدريبات مشتركة لابد أن تكون ممثلة فيها الدول العربية وكان آخر هذه التدريبات المشتركة هو التدريب المشترك النجم الساطع عشرين وواحد وعشرين في واحد وعشرين دولة على قد مصر في قاعدة محمد نجيب العسكرية اشتراك هذا العدد من الدول في التدريبات العسكرية دائما مع مصر بيؤكد ويثبت قدرة المصريين عسكريا طبعا جابت تقول لنا بقى وستاذ هدير أن رسالة رسالة أولى طمأنة للشعب المصري بمدى كفاءة وجاهزية واستعداد قوات المسلح لأن دول ذات مركب ثقى العسكري كبير زي أمريكا وبريطانيا وفرنسا سبانيا ألمانيا كانوا من واحد وعشرين دولة بالإضافة لدول عربية شقيقة يعني واحد وعشرين دولة لهم قوات فين؟ في قاعدة محمد نجيب العسكرية اللي هي أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيها ربعين دولة بصفة مراقب بدون قوات بس جاي يتعلم ويشوف فالدول دي جاية تعمل إيجاية تستفيد من الخبرة القتالية المصرية في الحروب التقليدية زي الحرب التي نحتفل بذكرها الآن الذكرى الثامنة والأربعين وهي حرب أكتوبر المجيدة وأيضا بالخبرة في مجال مكافحة الإرهاب وإن مصر استطاعت أن تقضي على الكتلة الصلبة للإرهابيين وتدمر بنياتهم الأساسية بالمناسبة الحرب أكتوبر بتدرس في الأكاديميات والمعاهد العسكرية في العالم كله يعني أحداثت كده زي ما بقولوا ثورة في الاستراتيجية في الفكر الاستراتيجي في المبادئ حتى والقواعد العسكرية طرحت مبادئ جديدة في الحروب ما كانتش موجودة قبل كده طبعا وإحنا بنتكلم على سؤال برضو الأستاذ هديرو بنتكلم التلاحم العربي عايز أقول أن حرب أكتوبر برضو ساعدت الدول العربية فأنها غلت سعر البترول صحيح كان فيه إعادة تقييم لسعر البترول بعد حرب أكتوبر يعني كان وصل لدراجات كبيرة مما رجع بالخير على تلك الدول العربية جميل من أهم منجزات أكتوبر سقوط نظرية الأمن الإسرائيلي فكرة الأسطورة اللي كانت إسرائيل بترويجها دايما أن الجيش الذي لا يقهر الخط الذي لا يمكن أبدا لأي قوة في العالم أنه تعبره سقطت نظرية الأمن الإسرائيلي وعايز حضرتها تكلمنا في النقطة دي لأنه إسرائيل في 73 كانت وراها قوة دولية كبيرة جدا زي الولايات المتحدة الأمريكية متحلفة معاها كانت عتدها العسكري كمان متفوق جدا ففكرة إسقاط نظرية الأمن الإسرائيلي واليد الطولة لإسرائيلي اللي هي القوات الجوية اتضربت طبعا هو طبعا سيد محمد ده موضوع مهم جدا لأن حرب أكتوبر المجيدة هدمت نظرية الأمن الإسرائيلي إيه نظرية الأمن الإسرائيلي التي هدمتها حرب أكتوبر أول حاجة أنها معتمدة على قوات مضرعة قوية اللي هي بنسميها قوة الصدمة وقوة النيران لأن فيها درع وفيها مدفع وبالتالي هي هدمت هذه النظرية إزاي إن الجندي البطل استطاع أن يواجه الدبابة بسدره وعاوز وإحنا نتكلم اليوم نترحم على شهيد اسمه اللغم البشري لغم بشري لغم وبشر اسمه سعيد خطاب الرجل ده في يوم 6 أكتوبر وكانت القوات المسلحة علشان تمنع الدبابات الإسرائيلية اللي موجودة في الاحتياط القريب من خط برليف إن هي تتعرض لقواتنا أثناء اقتحام قناة السويس أبرت قوات من الصاقة علشان يوقفوا الدبابات دي عايزين يوقفوهم ست ساعات يوقفوهم علشان قواتنا تكون عبرت وعملنا الكباري يعطلوا الدبابات اللي موجودة دي القوات دي قامت بالتعامل معها بالأربجي وبمغذفات موجهة مضادة للدبابات الزخيرة خلصة ولسه ست ساعات ما خلصه ما كانش فيه قال من سعيد خطاب إن هو يحمل معاه لغب حطه على ظهره وزحف لغاية اقتراب الدبابات ونام الدبابة الإسرائيلية جاية مرت من عليه فجرت استشهد منع باخرط للدبابات إن هي تتحرك وتقترب من قناة السويس وكان سببا في عملية نجاح هذا العبور العظيم ده فرط مقاتل مخدش تعليمات أنا في محاضرات في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة في لقاءات التوعية ولقاء نقل الخبرة بقول لهم على سعيد خطاب وبقول لهم من فيك قادر إن هو يقوم بمثل ما قام به عقيدة يعني شباب الجديد في الجامعات يا أستاذ محمد عظيمة ببصة لاقي كل اللي موجودين بيرفعوا قديهم وخاصة البنات عاوزين يبقوا يضحوا علشان كده بالله تبدأ شيء عظيم يعني روح أكتوبر لسه موجودة فكرة إن إحنا لا بش موجودة دلوقتي لا في شباب عنده عنده إحنا روح أكتوبر يعني أكتوبر دا لها روح spirit أكتوبر إيه الروح دي قوة العزيمة الصبر الإفرار المثابرة الروح المعنوية العزيمة دلوقتي بنتكلم أنه بنشوفها لكن بطريقة مختلفة بنشوفها في مشروعات تنموية عملاقة ما كنش نحن بنشوفها على أرض بلدنا بنشوف مشروع تطوير الريف المصري بنشوف يعني كباري وطرق لأول مرة يعني عنفاق إنت حضرتك فعلا بتقول ملحوظة مهمة جدا أن روح أكتوبر ما ذالت مستمرة معنا حتى الآن استمرت معنا في تحرير أرض سيناء وتطهير سيناء من الإرهاب والقيام بتنفيذ المشروعات التنموية والقيام بثورة 30 يونيو 2013 لأنه بدون مكافحة الإرهاب والقضاء على الإرهاب ما نقدر نشتغل في التنمية وبعدين عايز أقول أن الرئيس خلال الأسبوع الماضي كان بيفتتح أكبر محطة معالجة في العالم وهي محطة بحر البقر علشان توفر المياه الصالحة لضراعة 500 ألف دن في سيناء المياه دي حتمتزج بدماء الشهداء اللي موجودة على أرض سيناء وينبت الثمر وينبت النماء والعمران في تلك البقعة ونحن نستود دن احنا للأسف وقتنا يعني خلص بس تتفضل دن عايز أقول أن فعلا وإحنا بنتكلم عن الشهداء وخاصة الشهداء في سيناء هذه البقعة الغالية اللي في قلب كل مصري هذه البقعة اللي صاغتها الجغرافيا وسجلها التاريخ وسطرتها سواعد أبنائها ودماء شهدائها من الشهداء دولة مصري نسيج واحد لا فرق بين مسلم ومسيحي لأن من شهداء أوائل شهداء حرب أكتوبر الشهيد العميد شفيق متر استدراك مسيحي وكان قائد أحد ألوية المشاه الميكانيكية وأبد الحرب ويجتمع بجنوده ويقولهم كلمة معنوية بالحرب استشهد بآيات من القرآن الكريم من سورة الصفات الآية 171 البسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون صدق الله العظيم هذه هي الروح وهذا هو الشعب المصري العظيم سيد تلو أركان حرب محمد شهاوي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة يا فندم وكل سنة وحضرتك بخير شكرا يا فندم شكرا لحضرتك وكل سنة وحراك طيب يعني ذكريات أكتوبر لسه مستمرة مع حضراتكم على الهوى تغطية متوصلة على شاشة القناة الأولى النهاردة يوم خاصة جدا يا هدير كاننا بنقدم كده بانوراما لأكتوبر موضوعات مهمة وذكريات ولقاءات خاصة جدا قصة النصر هي قصة ملهمة جدا أبدا لا تفقد قدسيتها كل سنة بنشوف سطور جديدة بتضاف لهذه القصة عن القناة عن الشهداء العظماء تعالوا نتابع مع حضراتكم سطور جديدة من قصة أحد الشهداء اللي بنوجه لهم طبعا كل التحية النهاردة كل التحية لروح كل شهيد ضحة بروحه في داء هذا الوطن